اشتركوا في القناة وبما يواكب حضور المرأة البحرينية الفاعل في المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين التي رسم معالمها المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وخلال ادلاء سموها بصوتها في المركز العام بحلبة البحرين الدولية ادلت صاحبة السمو الملكي بتصريح اشادت فيه بحسن سير العملية الانتخابية بيسر وسهولة وبما يمكن جمهور الناخبين من اداء واجبهم الوطني بكل حرية ومسؤولية وسط اجواء تسودها النزاهة وشفافية المطلقة معربة عن ارتياح سموها للاجراءات التنظيمية التي تدل على عمل جاد وتفان يبذله القائمون على تنظيم العملية الانتخابية ولفتت سموها الى ان المجلس الاعلى للمرأة يجد في المشاركة الواسعة للمرأة في الانتخابات الاثر الايجابي لمساهماته في تحفيز وتشجيع المرأة على المشاركة السياسية من خلال البرامج والمبادرات والتدابير المختلفة لدعم هذه المشاركة واكدت سموها في ختام تصريحها ان الشعب البحريني الوفي بجميع مكوناته يتوجه برسالة واضحة الى العالم اجمع بانه جدير بتحمل مسؤولياته الوطنية ويحرص على حفظ مكتسباته